السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم رح نحكي عن انتقال الشمس اللي رح تنتقل فجر يوم الأحد وفي نفس اليوم في تراجع للزهرة والخربطة اللي يعدي بتصير هاي والتأثيرات وإيش يعني شمس على الأسد والزهرة بدأت تتراجع في الأسد متناقضات رهيبة رح نحكي عنها أول شي رح نحكي عن الشمس وتأثيراتها حلقة الزهرة موجودة على القناة ولكن في نهاية الحلقة رح أوشرح كيف تتعامل مع هاي التناقضات طبعا انتقال الشمس رح يكون الساعة 51 دقيقة من فجر يوم الأحد 23 سبعة بده ينتقل من برج السرطان لبرج الأسد في الناري ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية ساعة 9 دقيقة من صباح يوم الأربعاء 23 ثمانية وطبعا بما ان الشمس بدأت تنتقل وتدخل على برج الأسد يعني عيد ميلاد موليد برج الأسد وانا اول كوه طبعا لا انا مش اول واحد فيك وانا من الوسطيك جاي يعني في نصطه يا سيدي كل عام انتم خير انعد عليكم سالمين غانمين يا رب وربنا يعطيكم ويكف عننا شر هذا الشهر عبين ما يخلص تراجع الزهرة ولكن كل عام انتم بخير وان شاء الله انه عام سعيد وفيه الخير المديد ويعطيكم الصحة والعافية يا رب ولكن اللي جاي يعوض اللي راح لانه رحنا معه ناشي كل عام انتم خير المعروف ان وجود الشمس برج الأسد في حال كان سعيد معناته في طموح في صراحة في تفاؤل في كرم في جراءة في حركة ونشاط والدينماكية قيادة استقلالية هاي الصفات الايجابية لإلو هذا النير الاكبر احنا منسميه اما لما يكون منتحس بصير عنا الغرور والانانية والدكتاتورية هدولة الثلاثة طبعا بدكت تحطوهم في بالكم خلال هذا الشهر وخصوصا مع تراجع الزهرة طبعا لا شك ان وجود الشمس في برج الأسد وفي برج ناري بتعكس او بتعطينا انطباعات او بتعطينا طاقة ايجابية مختلفة لمختلف الابراج عموما وطبعا بما ان الشمس بدأت انتقل وتدخل على برج الأسد يعني عيد ميلاد موليد برج الأسد وانا اول كو طبعا لا انا مش اول واحد فيكو انا من الوسطيك جاي يعني بنصطة يا سيدي كل عام انتم خير انعد عليكو سالمين غانمين يا رب وربنا يعطيكو ويكف عنا شر هذا الشهر عبا ما يخلص تراجع الزهرة ولكن كل عام انتم خير وان شاء الله انه عام سعيد وفيه الخير المديد ويعطيكو الصحة والعافية يا رب ولكون اللي جاي يعوض اللي راح لانه رحنا معه ماشي كل عام انتم خير في برج الأسد تعطي جو من الدفع الدفع العاطفي والمالي والاجتماعي ومنجد الناس في هاي الفترة فترة الثلاثين يوم هذولا منجد الناس من حولنا عندهم رغبة في الاستمتاع بمباهج الحياة اكثر كرما في التعامل مع الغير من ميل عموما للالتزام بالقوانين والقواعد من حاول تطبيقها وبنشعر برغبتنا في فرض آراءنا على الآخرين احيانا ولكن مع تراجع الزهرة بتصير غالبا وبتكون الطاقة المنعكسة علينا من هذا الانتقال في افضل حالتها طبعا بيتأثروا موليد برج الأسد تدريجيا حسنا نشرح كيف وموليد الأبراج النارية الأخرى الحمل والقوس والأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان وأقلهم الدلو لأنه بكون مقابلهم تماما فهنا طاقتهم شوي بتكون ضعيفة فشوي بتعمل لهم نوع من أنواع الإرباك في بعض الأوقات من ناحية عصبية أو من ناحية صحية على عكسهم في متضررين وأكثر المتضررين هم موليد برج العذراء لأنه يعتبر الآن الشمس بدأ تصير في بيت متاعبهم لمدة ثلاثين يوم بعدين بدأ تنتقل لعندهم فهاي فترة الغرباء اللي احنا منسميها بعدين من نشرحها رح يجتازوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا وبعدها برضو الأشخاص اللي برضو رح يتأثروا في هاي الفترة اللي هم موليد برج الحوت لأنه هو البيت السادس لا إلهم لأنه بيتراكم العمل عندهم أكثر من المعتاد وبرضو الأمور الصحية ما بتدخل على الساحة في بعض الأوقات يعني بتعبوا على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة أهم الزوايا اللي رح تتشكل خلال فترة وجود الشمس في برج الأسد وهي زوايا مقلقة جدا بالنسبة لإلي فلكيا لما أنا طلعت عليها يعني فعلا إحنا داخلين على شهر حامي ثلاثين يوم هدولا فيهم حماوة عالية جدا وتأثيرات شوي حساسة ومرعبة وممكن تيجي لمرحلة العنف في أغلب الأوقات أول إشي دخولها للشمس على الأسد هي يوم 22 ثمانية بتشكل زاوية وهي الزاوية اللي هي ذروة زاوية التقابل ما بين الشمس وما بين بلوتو واحد له علاقة بالقيادة بالقوة بالديكتاتورية بفرض النظام وبلوتو اللي له علاقة بالتفجيرات والبيقلي بالدنيا وبعمل ثورات وأشياء زي هيك الثنين مع بعض بدهم يعملوا زاوية التقابل هذا أمر مش سهل وخصوصا أنه رح يكمل عملية التقابل في برج الأسد ذروة هاي الزاوية زي ما حكينا يوم 22 ثمانية ولكن مستمرة بتأثيراتها ليوم 37 خلال الفترة هاي طبعا بثور أعمال العنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ابتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية وبتزيد من حدة شهوانيتنا وبرضو ممكن نتعرض لأضرار بالصحة وممكن نتسبب لبعض الأشخاص أمراض خطيرة طبعا كلمة تثور أعمال عنف بتحطه تحتيها مليون شحطة والنيران إشي أساسي ارتفاع درجة الحرارة الأمور اللي إلها علاقة بالبراكين بالحرائق بالأمور هاي طبعا من بداية تأثيراتها وأعتقد أن الحلقة هاي لما تنزل بتكون في حلقة يعني شرحة إيش الآثار اللي رح تصير وفي آثار حدثت من أول ما تشكلت هاي الزاوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بتيجي منتصف ليل يوم ستة على سبعة ثمانية زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري هنا بنيجي على الأمور المالية الضغط المالي اللي راح يصيح يصيح الناس منه وعالميا أيضا فهاي زاوية بتبددوا الحدوض في أي مسعى من قوم فيه يعني لا تعتمدوا على الحض نهائيا من ميل للعيش دون مستوانة ومن بذر أموالنا بدنا نتجنب الإقمار المضاربات المالية لأنه ممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات أو مع العدالة بسبب هذا الاتصال وغالبا هذا الاتصال بسبب أنه مغالاة في النفقات والخسارة المالية وفشل المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 13-8 زاوية اقتران إيجابية بين الشمس والزهرة اللي بتتراجع فهنا بتصير فيه عملية مخادعة ديروا بالكم فهنا بنجد أنه فيه يعني بصير فيه نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة بتزيد من جاذبيتنا بتثير من لهيب الحب والمواهب الفنية لدينا ومناسبة للنزهات والتجديد والتسلية طبعا نحكي مخادعة يعني بمعنى آخر ممكن يكون عندك هذا الشعور اللي هو أنك أنت بدك تشوف الحبيب أو بتنجذب للتواصل مع الحبيب ولكن بصير عندك بسرعة ملل أو بتنفعل على أدفع الأسباب وممكن تعمل مشكلة عادي جدا يعني وتكبر المشكلة ما بينكم يوم 16-8 في زاوية تربيع سلبية خطيرة أيضا وهي خطيرة كما الأولى يعني زي بتاعة الشمس مع بلوتو هاي الزاوية لسه مفاجئة أكثر لأنها هاي الزاوية يوم 16-8 ذروتها يعني إلها تأثيرات تقريبا بنقدر نحكي إحنا سبعة أو ثمان أيام ما قبلها وبقى نفس الشيء بعدها بين الشمس وبين أورانوس تربيع مش سهل بيتمرد بعض الأشخاص بيتصرفوا دون اكترات للعواقب وخصوصا بعلاقات مع الأبناء لأنه بيتمردوا بعض الأبناء على أهليهم بتزيد من عنادتنا وإن دفاعنا من حاول أنه يعني بصيروا الأشخاص يبحثوا عن الاستقلالية الشديدة والغرابة بطريقة البحث عن هاي الاستقلالية تجعلنا نقطع في أحكامنا منعرف تحولات عنيفة جدا في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتوعكات خلبية أو تشنجات عليه برضو غالبا بتحدث بعض الثورات أو الإنقلابات العسكرية أو الإغتيالات في مثل هاي الوضعية وحطوا شحطات تحت الكلام هذا إيش تأثيرات يا سعيد؟ يعني أنت هيك سكرت الدنيا في وجوهنا شو ظل؟ يعني ما ظل غير تقولنا أنت حروه لا يعني أنا بحذر والتحذيرات هاي لازم تأخذوها بعين الاعتبار وبرضو فيه أمر لازم تأخذوه بعين الاعتبار أنه اللي ما حطش لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو من تقدش وأنا بحكي هذا الحكي يعني بذكركم اللي حاب يعمل إيش ينزلي يكبس على الكبسات عشان ما تنسوش بس يعني حرام يعني تنسو ماشي؟ طيب خلينا نروح على التوقعات ونشوف إيش التأثيرات على الأبرج برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا دخول الشمس لبرج ناري وهذا بيتك الخامس بيجتاز موليد هذا البرج فترة إيجابية عاطفية ومالية ممكن للنساء الدخول في الحمل برضو من موليد برج الحمل بتمنح موليد برج الحمل فرصة كبيرة من الحضوض المالية والعاطفية بصير عندهم الكثير من الفرص للحصول على أرباح ولكن في كثير من التبذير يعني بتكن تنتبه من عملية التبذير والمبالغة باللهو أو الهويات أو الأشياء اللي زي هيك ممكن تبالغ بالملذات الحسية بتبحث عن أماكن للفرح والبهجة أو تقضي أوقات ممتعة وأجواء سعيدة عموما ولكن لا تبالغ في هاي الأمور تجد نفسك مندفع دون تفكير أحيانا للحصول على أي شيء بترغبه دون حساب كبير للنتائج يعني خلص بدي أعمله وبعدين بفكر ممكن تكون مدير ناجح في هاي الفترة بطريقة رؤيتك للأمور برضو هاي فترة ممكن شوي تكون متمرد على بعض الأشياء على القوانين مثلا أو على الأباء تحديدا أو على الأبناء أو تفسرها بطريقة مختلفة تناسب توجهاتك فهي النقاط اللي بدأ أحكي لك عنها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا أنت مريت بفترة صعبة شوي فنقدر نقول للمكافحين من موليد برج الثور هذا شهر مهم على كل ما يتعلق بالأمور العقارية في بعض النجاح بيرافقك في هاي الفترة في علاقاتك مثلا الأشخاص اللي بيرغبوا في البيع بالشراء العقارات هاي فترة الأنسب لذلك ممكن تحصل على عائدات مالية كبيرة من بيع عقارات أو مقايضة ما ولكن بدك تنتبه قليلا عند توقيع العقود بدك تتأكد من بنودها بشكل كامل ما تغامر وما تجازف وتتأكد من الشخص ممكن يكون نصاب أو عقد مزور مثلا وبإمكانك إدخال تحسينات واضحة على بيتك وأنا ما بنصح فيها طبعا لأنه إذا كانت شغلات كبيرة ومهمة ومكلفة جدا تراجع الزهرة بحدك من هذا الموضوع وبتحاول وضع رؤية جديدة لعلاقتك مع أسرتك أو مع عائلتك أو مع الوسط المحيط فيك لأنها فترة برضو رح تدعم هاي الأمور أهم إشي أنه ما تهمل الفرص المقدمة إلك هذا الشهر بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا البيت الثالث لا لكم نعتبره شهر الحركة والتنقلات اليومية والاتصالات والسفريات اللي بتعود عليك بالراحة والبهجة تنشط بالاتصالات اليومية مع المعارف مع الأصدقاء بالأمور التجارية مثلا الشمس رح تمنحك قدرة على الحوار الخلاق والإيجابي في تقبل الآخرين تستطيع تعزيز العلاقة مع الإخوة مع الأخوات هاي فترة جيدة لتبادل التجاري أو البدء بتعليم أشياء جديدة أو تتعلم أشياء جديدة في الحياة تغريك العقول المبدعة والأشخاص المتفردين في أشخاص أو في بعض الأطراف ممكن يحاولوا تقرب منك عاطفيا هذا الشهر امنحهم الفرصة ولكن ما تبادر بحسم الأمر قبل ما ينتهي تراجع الزهرة وبرضو بدك تحذر من الزهرة لأنها ممكن شوي تخذلك في بعض النقاط وتخليك تعصب أو تفقد السيطرة على نفسك فتكون نتائج حوارك مش مفهومة أو تنفهم بطريقة الخطأ وفي نفس اللحظة أو تنفع الأنت وتسوي مشاكل كبيرة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا الشهر يعتبر شهر ممتاز لتحقيق الكثير من المكاسب المالية عن طريق العمل أو العمل الإضافي أو الدعم أو استرداد مستحقات مالية قديمة وبرضو بإمكانك إدخال تحسينات كبيرة على ميزانيتك هذه فترة مناسبة للدخول في معاملات مالية مع البنوك المصارف القروض ولكن دك تعرف أنه إذا أخذت قرض أنت تقدر أنك تسدد القرض وضعك عملك بساعد على هذا الموضوع يعني ما تتهور بس مجرد أني أنا بدي أخذ قرض ممكن تشعر أحيانا بتراكم العمل لديك بدك تنتبه قليلا من التفذير أو الإصراف الغير مرغوب فيه استفيد في هذه الفترة ماليا صحح بعض المسارات العالقة في حياتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا يعني شو بدي أحكي لكم؟ والله ما أنا عارب كيف بدي أحكي يعني أعزي نفسي في هذا الموضوع أنا برج أسد يعني شو بدي أحكي والله؟ أول إشي إحنا مرينا في فترة كانت صعبة جدا أكثر من شهر أو شهرين ثلاثة مع الزوايا اللي تشكلت كلها ضغطت علي موليد برج الأسد بشكل كبير الآن مع دخول الشمس على برج الأسد من المفروض أنه كل واحد بيجي عيد ميلاده خلاص بدت سنة اللي جديدة ولكن المشكلة الكبيرة أنه تراجع الزهرة في برج الأسد رح يبطئ هذا الموضوع فأيذن إحنا رح نشعر أنه أحسن حال من الأشهر السابقة ولكن مش بالشكل الأمثل أو مش بالشكل القوي أو يعني فيه تحسن بس لسه فيه إشي مسكر علينا في الحياة طبعا سبب تراجع الزهرة اللي بدي تراجع أربعين يوم ابتداء من موعد الانتقال اللي هو ثلاثة وعشرين سبعة فأربعين يوم مش سهلات فعشان هيك يعني ماشي بنقبل على الحياة بهمة عالية بتجدد نشاطنا اللي افتقدناها في الفترة الماضية ممكن نتجاوز بعض الأزمات الطارئة نحاول نجد حلول لبعض الأمور العالقة بصير عندنا قدرة على التعامل بإيجابية عالي مع الآخرين على جميع الأصعدة بتجعل شوي هيك بتحس أنك أنت مسؤول عن أحد الأحبة ماليا نفسيا معنويا هاي فترة فيها فرص كبيرة جدا للحصول على الأموال والتعامل مع البنوك والمصارف ولكن المصاريف بتكون عالية جدا في بعض التوتر في هاي المسائل وأيضا حاول أنك تضبط أعصابك لو شفت الطريق فتحت أمامك لا تندفع بتهور بالعكس خذ نفس فكر راجع نفسك بعدين اخت الخطوة بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الشمس الآن بدأ توصل لبيت المتاعب ومعروفة أنه أنت راح تكون أكثر المتضررين في هاي الفترة هي كل سنة في نفس الوقت أنت بتدخل في فترة صعبة جدا اللي هي منسميها فترة وجود الشمس في بيت المتاعب الآن الشمس والزهرة بحالة في بيت المتاعب الزهرة بتتراجع والشمس موجودة وزوايا الشمس حادة إذن بدك تتوقع أنه كثير في من الضغط راح يكون عليك خلال فترة الأربعين يوم القادمات لحديث ما الشمس توصل عندك وينتهي تراجع الزهرة ويعتبر الشمس لما توصل لبيت المتاعب هي فترة الغربال اللي هي أنت بتغرب الأشياء اللي ما بتناسب حياتك أو مزعجة في حياتك أو بدك تتخلص منها والأشخاص اللي بدك تطلعهم من حياتك هي فترة هذا الشهر بتغربل عشان تعرف إيش اللي بده يكمل معك خلال العام القادم فرح تشعر في بعض الأحيان بالضيق في تراكم العمل عندك طاقتك بتكون في حدها المنخفض فبتجد نفسك غير راغب في إنجاز المهمات الرتيبة اليومية انتبه هذا الشهر من بعض الأعراض المرضية الطارئة لكن رغم كلها في فرص مهمة جدا لتوقيع عقد مع أحد المؤسسات أو الشركات الكبيرة استفيد من هاي الفرصة ما تتأخر أو تعجلها درسها سريعا واتخذ قرارك سريعا مش إنك تقول لا أفكر وأستخير وأراجح حالي ومش عارف إيش لا درسها سريعا واختل خطوة عشان تثبت مكانك ممكن تحصل على أموال برضو في الفترة هاي وبرضو يعني بصير في نوع من أنواع التبذير أو الإصراف أو الضغط المالي في بعض الأوقات حاولوا ضبط ميزانيتكم بشكل جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا شهر نعتبره وإحنا شهر النشاط الاجتماعي والتعارف والالتقاء بأشخاص جدد والتعرف لأصدقاء ممكن يحملوا لك نوع من أنواع الراحة أو السعادة لا سيما في أمور أنت بتحبها في بعض الموليد من برج الميزان بيصعوا لإثبات ذاتهم أمام شخصيات مرموقة بينجحوا في ذلك الكثير من الأصدقاء المقربين بيكون لهم دور كبير في دفعك للأمام أهم شيء أنه ما تهم الأولويات في حياتك ولا سيما حقوقك أرح تحظى بكثير من اللقاءات الحميمية خلال هذا الشهر اللي بتدخل السرور على قلبك ولكن حسسيتك لزيادة من الزهرة شوي ممكن تخليك تتحسس من أي تصرف أو أي كلمة بينطقها أي شخص أو تفهمها بطريقة مغايرة وتعمل عندك ردة فعل سلبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا رغم حسسيتكم العالية وسرعة انفعالكم فأنتوا أمام شهر منعتبره شهر استثنائي في التقرب من المسؤولين عنك في العمل وإثبات ذاتك وممكن أنك تنجح بشكل كبير وتكون جهزت لبني للترقية أو للترفيع أو للمنصب وإذا ما أحسنت التصرف معناته أنت قضيت على هاي الخطوة وعلى هاي العلاقة في خلال هذا الشهر بتقدر تحسن من وضعيتك من وضعيتك أو استلام منصب كنت بتسعى له من فترة طويلة برضو بإمكانك في هاي الفترة أنك تظهر تظهر معدنك الحقيقي القادر على تجاوز كل ما كان يحيط بك من متاعب بسبب الآخرين هاي الفترة تعطيك نظرة عميقة للأمور تجعلك قادر على تقدير الأشياء بشكل جيد فعشان هيك تعتبر فترة ومتاز برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا نقدر نقول أنه هذا الشهر متميز بيجيك فرص كبيرة للسفر خارج البلاد للعمل أو للسياحة أو الدراسة العليا أو الهجرة لكثير من الاتصالات المهمة اللي ممكن تجريها هذا الشهر وبرضو بيكون لك دور كبير في تحسين وضعيتك بشكل عام ابتمنحك الشمس الموجودة في الأسد القدرة على التعرف لأشخاص من جنسيات مختلفة أو غرباء عنك هذا الشهر الأفضل لتحقيق ذاتك خارج محيطك مناقشة رسالة أكاديمية أو دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو امتحانات أو استراد وتصدير كلها هاي بتكون قوية بالفترة القادمة بالنسبة لإلك وبتدعمك بشكل قوي وممكن زي ما حكينا علاقات عاطفية مع أجانب أو تعامل مع أجانب بشكل عام ولكن لا تندفع ولا تغامر برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا رح تنشغله هذا الشهر في تنظيم أموركم المالية والبحث عن حلول حقيقية لا أشياء كنت بتعاني منها في هاي الفترة أو في الفترة الماضية هاي فترة مناسبة لإعادة ضبط علاقاتك المالية المشتركة أو المتعلقة بالآخرين ممكن تحصل على الأمور أو تحل الأمور لصالحك بتمنحك القدرة على التعامل مع كل ما يطرأ عليك خلال الفترة هاي بصورة إيجابية لا سيما الأمور اللي إلهي علاقة بالضرائب الأموال المستحقة القروض البنوك الأمور هاي بتقدر تعالجها بشكل جيد ولكن بدك تحذر من الخلافات اللي ممكن تصير حول أمور مالية أيضا مشتركة مع الزوجة مع الشريك بالعمل أشياء من هذا القبيل وممكن تكتشف ناس محتالين برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أنا بالبداية قلت في بداية الحلقة أنه يعني شوي أحبطك ولكن ده أشرح ليش طبعا الشمس الآن دخلت في البيت السابع يعني بيت الشراك المالية والعاطفية بالنسبة لإلك فمنعتبر هذا الشهر شهر هو للشراك بامتياز وجود الشمس في بيت الشراك لديك بتمنحك فرصة مهمة لتعزيز العلاقات مع الشريك العاطفة ممكن يتحقق التوازن المطلوب حاول التخفيف قليلا من اندفاعك وحكمك السريع على الأشخاص اللي بتحبهم العزاب أو العازبين أو الأعزب من موليد برج الدلو عندهم فرصة مهمة للبدء بعلاقة عاطفية حقيقية ولكن ما بنصح بتطويرها لمرتبة الارتباط والشراكة والزواج خلال هذا الشهر تحديداً لحديث ما ننهي عملية تراجع الزهرة ويرجع للحركة الأمامية لتستفيد بهذا الأمر بيستفيدوا موليد برج الدلو في علاقاتهم الشراك العملية تحسينها بشكل ممتاز ولكن تقابل الشمس زي ما حكينا بعطي بعض السلفية لأن طاقتك بتكون ضعيفة فبتكون عصبي عنيد وهي الفترة بتكون بأوجها مع تراجع الزهرة فبدك تحذر من المشاكل والتقلبات الصحية والعصبية قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً أنت ما رح تكون أفضل حال يعني من موليد برج العذرة بالعكس يعني أنت في عندك إيجابيات صحيح ولكن برضو في سلبيات ممكن تطغى على الإيجابيات لأن هذا الشهر يعتبر شهر متعب قليلاً عليك لا سيما في مجال العمل مجال الصحة أيضاً ممكن تجد نفسك مرهق ولكن عندك الرغبة في إنجاز أشياء أو أعمال مهمة بتكون سريع الإنفعال والتأثر وهذا الشيء ممكن يسبب لك خلافات في نطاق عملك أو مع أشخاص في مكان عملك أو مع زملائك تحديداً أو مع الزبائن مثلاً هاي فترة بتنعكس عليك بشكل يعني هيك أو ممكن تعكس عليك هيك بعض الإحساس بعوارد مرضية لا تخلي الوهم يسيطر عليك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيب عشان هيك منقول لك بدك تنتبه قليلاً لصحتك خلال فترة هاي حاول أنك تأخذ قسط وافر من الراحة من وقت لآخر أو نوع من أنواع النقاها وفي نفس اللحظة زي ما حكينا ما في بعض الإيجابيات لبعض الأشخاص من موليد برج الحوت أنه ممكن يبدأوا عمل جديد أو يطوروا عمل أو ينعرض عليهم أعمال جديدة حاولوا أنهم يأجلوها شوي لحديث ما ينتهي التراجع الزهرة لتكون الأمور بنصابها بشكل أكبر طيب هيك إحنا خلصنا أنا قلت لك ورح أقول لك التناقض هذا كيف تتعاملوا معها الآن الشمس هي معروف أنها هي بتعطيك نشاط وإندفاع وتقدم للموضوع الزهرة بتجمل لك الموضوع يعني بتحليلك هي بصير الأمر مغريب أمامك فتنام مع بعض هدولة بما أنه الزهرة بتتراجع والشمس رح تعمل زوايا سلبية فكأنه هم فيه صراب بصير أمام عينك أنت بتتوهم أنه شيء حقيقي ولما تقدم عليه تتفاجأ فعشان هيك كل واحد بده ينتبه من الإشي المغري اللي بصير أمامه يتروى شوي ويفكر فيه ما يندفع لا بعاطفي لا بعمل لا بصرف فلوس لا بإقراض مال لا بتوقيع عقود يعني ولا بمغامرات مالية فعشان هيك زي ما حكينا بتكون تركزوا بشكل جيد تدرسوا المشروع تدقيقوا الأوراق تستشيروا تستخيروا تاخدوا راحتكم هيك بالمسألة قبل ما تتقل قرارك وأنا بنصح أنه بعد انتهاء تراجع الزهرة لأنه الزهرة رح تتراجع بتتراجع مثلاً وعطارد أيضاً رح يتراجع بنفس الفترة فعشان هيك بتكونوا حاذرين بشكل كبير من هذه النقاط أسأل الله أن السلام للجميع وأنه كل اللي حكيته هذا ما يصير بتمنى يعني أنه ما يزبط ولا أي شيء من توقعاتي بالعكس أنا بدي لكلك ونسعيد والحياة تمشي بشكل إيجابي ونرتاح شوي من هالضغط من بداية هالسنة ولكن ما علي إلا أني أنا أنبه عسى أنه هذا الكلام اللي أنا حكيته أنقذ ناس أو أنقذ مصائب ممكن يورطه فيها الناس يا ريت اللي كمل وما حط لايك وديسلايك وكومنت وما اشتركوا هاي الشغلات الكبسات تكبسوا عليها عملية الضغط على التشكرات والدعم والأمور هاي ما تعملوهاش يعني يكفي استماع كل الحلقة خلصنا الموضوع المالي خلينا على الحلقات ويخلف عليكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء